الصوتي صوتي موجود. انا بطلت شايفكم عشان عملت الشاشة. ماشي الصوتي طالع? صوتك واضح. كمان العرضة ممتازة يعني. ممتاز. تمام. هلأ هيك خلينا نبلش كالتالي. اي حدا عنده سؤال خلال المحاضرة انتو مدعوين تحطوا الاسئلة في الشات. كل شوي انا بسكر العارضة وبتأكد من الاسئلة. ورح يكون في نهاية في نهاية العرض كمان مساحك للاسئلة والاستفسارات. من العنوان عم نحكي عن تمكين الاباء في مواجهة تحديات الابوة. ورح نحن بمركز انو نحكي عن استراتيجيات للعمل مع الاباء اللي عندهم اطفالهم بضحايا سوق معاملة والاهمال. بالمقدمة وبالبداية. او هيك خلينا اسألكم سؤال. دخلتوا انتو عم محاضرة بهذا العنوان. رح قطي مساحة اي ا او دقتين. بتقدروا تفتحوا المايكات للبدو يحكي. ايش متوقعين انكم تاخدوا من هاي المحاضرة? ايش متوقعين تسمعوا? اه غير انكم ترسموا لي على العارضة. منار انت عم بتتلوني للعارضة تعيدي. لا اعرف مام صح مش مشكلة. ايش انتو متوقعين اه تسمعوا? او شو شو القيمة المضافة اللي حسين انكم رح تفضوها من هيك محاضرة? مين بتوقع اني انا شوي زي لا بلش اتفهم الاباء اللي مرات ممكن يسيقوا تعامل الولاد. لان مرات كتير احنا منيجي بنظرة اللي فيها منحكم عليهم ومن دايك ومنزعج واشي بس اكيد هنا في عندهم اسباب مرات او او صعوبات. فانا اتوقعت من هاي المحاضرة اللي اجي واخدر اني اطلع عن المحل اللي انا اطلع على هاي التصارفات التفاهم علشان اما اخدر من غد ابلش هلو. هلو شكرا. شكرا مر. اه في كمان. ممكن اه ممكن انه من خلال هاي المحاضرة انه اه تصلت رضوء على اكثر انه الانسان او الاباء او الوالدي ان هن يفهموا ذاتهن اكتر لحتى يقدروا يفهموا غيرهن ويفهموا اولادهن وخاصة انه في جيل سراع جيل بين الطرفين. كمان واضحيلي اكتر ايش ايش انت بتكتستفيد من المحاضرة? يعني ممكن انه انا ممكن انه انت توصلنا آليات او مهارات كيف الاب يتعامل مع ولاده وكيف انه حتى قبل ما انه يتعامل مع ولاده كيف هو انه يفهم حاله بالاول لحتى ويساعد نفسه لحتى يقدر يساعد غيره. حلو حلو طمام شكرا شكرا هالة. ايه كمان كمان صغط ابن اسمع. مساء الخير. مساء الخيرات اهلا موسى. اهلا 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 بتوقع جاي يعني حط في بالي انه كيف انا اتفاعل وافهم الابو اللي بيأثر عنف على الاطفال. انه في ابي عنف اطفاله كيف انا بديت اعمل مع الاب مش مع الاطفال. حلو حلو حلو. شكرا. ايه شكرا يعني توقع تايك اه بتصب في المحل اللي انا محضر حالي لقيله. فايك اللطيف وقتنا اه نمشي. المقدمة عيتنا عشان نقدر اه. ممكن بعد سؤال. ممكن بس بعد ندخل. اوكي. اتوان هلا بس ما ما نستطيع بنفع نمحي الاشياء العشاشة لانه مش زابط من عندي. اتفضلي. طبيت انا بتواجهني في في الكلينيكا عندي لما بيكون في اجتماع مع الاباء في بقى مثلا انا شلفت بتخطيه عندي الولد عندي البنت بالذات او عندي الولد تعرف مشكلة اوديبوس وكل هاي القصص كل هاي القصص. فالاب بيتعامل مع البنت معاملة يعني انه او الام تتعامل مع البنت معاملة كتير كتير سعبة في ها المرحلة. كيف ممكن ابسطلهم هاي المرحلة النفسية سيكولوجية عند الصفل اللي هو عب مر في مرحلة وبقى تنتهي. كيف انا ممكن ابسطلهم هاي النظرية. اللي هي القد مهمة فيها بتخطي بعد الاولاد. يعني البنت لا شك في جيل خمس سنين بها تحب بيها وبها تبتعد عن امها. بتخلي الامة بس ان هذا الاشي مش ضدك. ان هذا الاشي بتخطيه البنت حب تمر فيه اسا مشبورة تمر قول البنت هذا الموضوع. كيف ممكن ابسطه مشان ما بينش كتير عبد فلسف على الاهالي يعني ويكون ليش نجيش الهن اكتر. كتير انا عبواجة قصة. تمام تمام شكرا شكرا للي شاركونا. اليوم رح نغطي نفهم وليش ايش 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 تأثيرات النفسية والاجتماعية لسوء المعاملة والاهمال للاطفال. وهيك رح نتزود مع بعض باستراتيجيات عملية لدعم الاباء. وكمان ده اضيف كلمة هون انه لفهم وتفاهم الاباء هون. ورح نمر على اه الفهم الثقافي العلاقة بثقافة الرجولة بثقافة الرجل في المجتمع. اه اه و نحك عن اهمية السياق في العمل مع الاسر. من هم الاطفال ضحايا سوء المعامل والاهمال? رح امرأ عليه بسرعة. هم الاطفال اللي تعرضوا لاشكال من الاذى البدني النفسي العاطفي. اهمال من قبل الوالدين او مقدمين الرعاية. او ايش شخص مسؤول عنهم. هادا الاذى ممكن بيصير بشكل مباشر او غير مباشر. اه بنحكي كما شوية عن التأثيرات. انواعه ممكن يكون سوء معاملة جسدية. اللي بتصير من خلال استخدام قوة جسدية. ضرب اه حرق دفع او او اي عنص جسدي ممكن انه اه يتم ممارسته ضد تجاه الاولاد. اه الاطفال. سوء المعاملة العاطفية النفسية. بيصير لما يتعرض الطفل للانتقادات مثلا. ادلال. تهديد. اهمال عاطفي. اه تمييز مثلا اه الاخ على على اخ اخر. اه حرمان. اه عقاب قاسي غير 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 يعني محدود. او اي سلوك بسبب ضرر نفسي بأثر على تقدير الطفل لذاته. بصير الطفل بدي يشتغل على ارضاء الاخرين. او بدي يصير مش فارق عنده الاخرين. اه وممكن هادا الاشي بيشمل خلق بيئة من الخوف. تخوي في المستمر. التهديد. سوء المعاملة الجنسية او الاعتداءات الجنسية او اي اي مسمى اللي بصوب في هذا المحل. اللي هو اي نشاط جنسي بتم استغلال الطفل فيه. من شخص بالغ او شخص اكبر منه. بيشمل لمس غير ملائم. تحرش استغلال الجنسي باي شكل. اه كان. وكمان الصورة ازن واضحة اللي هي كمان تعريض الاطفال لمحتوى جنسي. كمان يعتبر من سوء المعاملة والاعتداء اه الجنسي. الاهمال. الاهمال هو من اكتر الاشكال سوء المعاملة اه مندشر. والاكمان اغلب الاشخاص اللي ما بقدروا انه هذا يعتبر اه اه عنف على الطفل. هذا يعتبر اه سوء سوء. اه سوء اه معاملة. هذا يعتبر اه اهمال. يعني له اثر كثير كبير. هو من اكتر زي محكيت اكتر اشكال سوء المعاملة شيوعا. بصير لما يفشل الوالدين او مقدمين الرعاية في تلبيط الاحتياجات الاساسية للطفل. مثل الرعاية الصحية. اطفال بيكونوا مرضى لفترات طويلة. مش 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 مهتمين في صحتهم. اه بنلاقي عيهم هيك مخاط دايما. لانه مريض الطفل والاهل مش مش منتبهين او مش مهتمين. اه سوق في التخزيم. اللي كتير 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 ناصح او ولد كتير 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 ضعيف. من الاولاد اللي هم ريحتهم مش لطيفة دايما عندهم مشاكل في النظافة. التعليم والولاد اللي ما بيعرف يفوق كل حرف. او او انه الولاد اللي انهم بتعرضوا لمخاطر اه بشكل دائم. وفيش حتى اه بيوجههم بيحميهم اه بتابعهم. وفيه كمان اشي تضيفه ليه العلاقة بالاواعي باللبس. بالمثلا بكل الولد لابس اواعي صيف في الشتاء. اواعي الشتاء بالصيف. اواعي اكبر منه. اواعي اخول كبير. اه. اللي قد دليل على انه الولد بتعرض لا. لا اهمال. ايش ايش التأثيرات اللي بتصير. السوق المعاملة له تأثيرات نفسية. كمان جسدية. كمان عاطفية. سوق المعاملة والاهمال بأدي له اضطرابات. قلق اكتئاب. وممكن يعني الاشياء تأثر على التطور النفس للتفل. يعني في مشاكل اه ثقة ومشاكل في الارتباط والتواصل مع مقدمين الرعاية والاقران. ويكون في مشكلة في التفاعل الاجتماعي من العياد التفل انه مشكلة في التواصل او اه عدواني او او بتير بقرب من الناس بطريقة مش لطيفة او بيكون عنده اعراض انسحاب اللي هي اه عزلة. اه كمان اه كمان اه 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 اثار جسدية زي اصابات كدمات على على الجسم مشاكل صحية ناتجة عن الاهمال وسوء التغذية. السوء المعاملة والاهمال بأثر كتير على الاسرة. كيف بتأثر هالتجارب ممكن يصير في سوء المعاملة او الاهمال او العنف او اي اشياء اللي ذكرناها. تخلق توتر داخل الاسرة بين الابوين. اه بتعيد قدرة الاسرة على تقديم الدعو العاطف الضروري لانه فيه ازمة بتكون. وبتأثر على الاستراتيجيات التكيف تعيد العيلة مع الضغوطات وكيف بتأثر على البيئة الاسرية. يعني وضع فيه توتر اذا لا صارت حالة وفاة في العيلة اكلت هو العيلة. لانه اصلا هم مش متعاملين مع الازمة الاساسية اللي موجودة عندهم ومش جاهزين للتعامل مع ضغوطات اللي هي خارجية واللي هي كتير كبيرة اه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ايش دور الاخصاء الاجتماعي? او ايش ايش الاليات? او او كيف احنا منقدر انه ندخل? دور الاخصاء الاجتماعي اللي المركزي والاساسي هو بناء الثقة والتواصل الفعال مع الآباء. ضروري الاخصاء الاجتماعي يكون عنده تقنيات لبناء الثقة. وهاي للي سألوا بتكون مبنية على الاستماع الفعال والتعاطف. التواصل غير القضائي لتشجيع الحوار المفتوح. ودعم الأزمات ودارة الغضب التوحط. وهون انا بدي اوقف شوي. بدي احكي انه لما نيجي نحكي عن اه 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 اطفال بتعرضوا لسوء معامل او اهمال. اطفال بتعرضوا لعنف. من قبل الاشخاص البالغين الموجودين في البيت. احنا بنحكي عن فيه جذور للسبب للمشكلة. فيه في تراكمات معينة. وصلت الاب لها لسلوك او او الام او اي حدا مقدم الرعاية اللي هو اللي هو بمارس سوء المعاملة والاهمال على هاد الطفل. وهون دورنا احنا نفهم الخلفية اللي جاي منها هذا السلوك. عشان اذا في بقول المثل اذا اذا عرف السبب بطل العجب. يعني لما احنا نعرف ايش الاسباب اللي اللي وصلت العين لهذا المحل. احنا بنعرف كيف آلية التدخل المناسبة والفعالة مع هاد الشخص. ضروري احكي لكم خلال اربع سنين من خبرتي بشغلي مع الرجال. ما في عندي قاعدة لسبب العنف. مش ما بعرف. ما عندي قاعدة اللي بنفع اركبها على كل رجال. احكي انه الرجل يمارس العنف على عائلته بسبب واحدة من ثلاثة. الا انه بنقدر نحكي انه في عدة اسباب. في عندنا النمط العنف الكلاسيكي. اللي هو العنف اللي اللي مبني على انه انا زلمة ممارس العنف على الزوج. لانه انا الذكر المسيطر اللي اللي عندي هاي الصلاحيات. وفي عن العنف المناسبات المتصدي بيحكوله العبري. اللي هو بيجي بناء على حدث معين صار في العيلة. اللي خلى الاب او الام او اي او او مقدم الخدمة يتعامل بطريقة اللي هي فيها سوء اه معاملة وهمال وعنف وسلوكيات الغير ملائمة مع افراد اسرته. زي ايش مثلا? زي وضع سياسي معين. مرأ في الزلمة خلاه اه خلاه بوضع نفسي اللي اللي مش عارف يتعامل مع المشاعر اللي اتمرأت عليه. يعني اتمرأ عليه نوع من العنف. العنف السياسي عم بمارس عنف كآلية دفاعية. عندنا الآليات الدفاعية وآليات الحماية الموجودة لنا بتخلينا نتصرف بسلوكيات معينة مبنية على الخبرات اللي احنا جمعناها في حياتنا. اذا حدا طول حياته اتعود على انه حل المشكلة من خلال الضرب. لما ينحط في ازمة اول سلوك رح يعمله لحل المشكلة اللي هو فيها الضرب. بينما عيلة تانية اللي اتعودت على مرك حياتي انه سوء ال 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 وضع الصعب والضغوطات يكون الحل تبعها من خلال الحوار ال اه النقاش التواصل ايجاد حلول اللي نحل المشكلة بطرق فعالة بطرق ذكية. لما يحط الانسان في الضغط هو رح يحكي و رح يتصرف و رح يتشاور و رح يعبر عن مشاعره. وكلمة التعبير عن مشاعر نحط تحتها هيك خط كتير كبير لانه هي القناة الاساسية و الكبيرة اللي مفقودة عند اه ال 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 الل مفقودة عند الرجال. لانه الرجل العربي. اتربع على اه الرجال. ما هي يعني كلمة مشاعر مش مرتبطة في الرجال مرتبطة في السيدات مرتبطة في البنات. وهذا الاشي اللي اللي الولاد بتعوده من اول ما يبكي. هيك تكيش انت زلمي. هذا ايش بحكيله بحكيله انه انت تعبيرك عن مشاعرك هو اشي مش شرعي فما احنا ما نتوقع من هذا الظلمة لما يكون عنده ابن يجل اه يا بابا كيف حالك اليوم كيف حاسس لا ما عنده هاي المهارة عنده مهارة انه اسمع انت الظلمة ما تبكي الاشي اللي بتربع عليه واللي بتعلمه هو الاشي اللي بتستخدمه وبيمارسه فاحنا لما نيجي نشتغل مع الاباء بدنا نكون متأسف قبل ما اكمل هاي النقطة بدأ ارجع قضيب انه عنف الكلاسيكي العنف المرحلي او حسب المناسبة وفيه كمان العنف المتبادل بيكون عنف متبادل في الاسرة وفيه كمان العنف النابع من عدم توفر آليات للتعامل الانسان بنضغط بسبب امور بتصير معاه ما عنده آليات بيستخدم العنف عشان يرجع يحط يعني يكون الى وجود وهاي درجة كتير كتير بال العائلات مثلا اللي الزوجة بتروح تتعلم وبتقرر انها تبني لحالها مسيرة مهنية وعلمية وتمارس حقها في التعلم والزلمة ما عنده مثلا محصل علمي فلما يصير يحس حاله انه بدي يبلش يفقد القيمة اللي اللي له كرجل في البيت منحط في محال ما عنده آليات للتعامل ما عنده معرفة بحدث من هالنوع كيف هو بدي يتعامل ببلش يحس حاله اقل انها يتعلم صارت صاحبة صارت تجيب دخل صارت مستقلة بطلت تعتمد عليه يعني بطل الى قيمة بطل الى وجود كيف بدي يرجع وجوده وبدي يرجع قيمته كرجل بستخدم العنف بستخدم السيطرة بستخدم آليات اللي هي كمان على الولاد كمان الولاد لما يبلشوا يكبروا زي ما فيه حدا حكى انه انه الرجال في اللجان مش عموا بقدروا يتفهموا او يفهموا احتياجات تطور المراحل التطور الولاد بيكبروا بظلوش اطفال محتاجين متعليقين فينا محتاجين انه احنا دايما نعطيهم الاكل في المعلقة محتاجين انه دايما احنا نلبسهم احنا بكتير بنحب هذا الدور لانه احنا بنحب نظل نحاسين انه هم متعليقين فينا وموجودين حولينا بس اللي بقدر يتعامل مع الاشي وياخد نفس ويتعلم انه الولاد عم بيكبروا المرحلة العمرية اللي هم فيها عندهم احتياج يكونوا مستقلين دايما يعطيهم مساحة بده يعلمهم مش يعطيهم دايما يعلمهم كيف يستند السمكة مش دايما يضلوا يعطيهم السمكة هذا الاشي بيعمل تصادم والقبل ما يبلش يحس انه الولد مستقل وبلش يطلع من سيطرته ممكن العدم وجود طرق وآليات للتعامل عنده يستخدم العنف كآداة لا اعادة السيطرة واعادة الامور لنصابها من وجهة نظره فمعرفتنا لهاي الاسباب بتساعدنا بتساعدنا انه احنا يكون عنا تعاطف ويكون عنا استماع فعال الاستماع الفعال ما نتوقع من الزلم يجي يحكي لنا انا عندي نقص بالمهارات انا عندي نقص بالقدرة على التعبير عن المشاعر لا الزلم ما بيجي بيحكي معنا بهذا الصوت لانه ما عنده هاي المهارة بس الزلم بيسمع طريقة اللي احنا بنحكي فيها فإذا كان كان عندي استماع فعال اعادة صياغ الكلمات تواصل ايجابي لما انا احسس الزلم انه انا موجود هون علشان انا موجود هون علشان اساعدك انا موجود هون عشان احكي لك انه دورك ووجودك هو مهم في حياة ابنك انه مهم في تطور ابنك النقطة التانية بتحكي عن تواصل غير قضائي لتشجيع حوار المفتول ايش يعني يعني احنا لما يكون في حدا فتح المايك جماعة بس سكروا المايك لما يكون عنا قضايا متعلقة بسوء المعاملة والاهمال العنف ويكون في عنا تدخل للجهات القضائية الزلم بصير حاس حاله انه مجبر يكون مطيع وهون ممكن تتفعل عند الزلم المقاومة العالية للتعاون معنا المقاومة العالية للمشاركة وانه يكون له دور في حياة ابنه ممكن يعمل اشياء عكسية عشان يفرج انه انتو بتقدروا تكسروا شكتي انتو ما بتقدروا تسيطروا علي بينما اذا احنا جينا بتواصل انه اوكي بغض النظر عن الاجراءات القضائية انساك منها انا هون عشانك انا هون عشان اسمعك انا هون عشان اكون قريب منك انا هون عشان انا باعرف انه لنش حدا مصدق انه انت موجود في ازمة انا باعرف انه انت بأزمة انا بعطيك شرعية تعال احكي عن الاشي اللي بدايك تعال احكي لي عن الازمة اللي انت فيها عشان ابنك هذا اللي عماله بيعاني من سوء المعاملة والإهمال اللي عم بيعاني من أثار العنف اللي أجد شكوه للأب ابنك عنده تأخر في الأداء الأكاديمي دخل الأب في الحياة أنه بده ابنه يكون في أحسن المستويات وأجه حدا يحسسه أنه لهش قيمة بحياة ابنه شعب بقدر يساعده ليكون عنده قدرة تعلمية بيبلش الإنسان يكون دفاعي هاي آليات دفاع إذا إحنا أخذنا الإشي كأخصين اجتماعيين كعاملين كمقدمين رعاية كمقدمين خدمة مع الرجال إذا أخذنا التوجه ردة الفعل هاي المبنية على آليات الدفاع وآليات الحماية عند الرجل كندب ند إحنا ما مقدر ينساعده نقطة أساسية بالشغل مع الرجال أنه أنا أي كلمة تجيني من الزلمة أنا مش مهدي المقصود فيها مش ميث المقصودة فيها مش هالة المقصودة فيها مش موسى المقصود فيها مقصود فيها الشخص القبالي مقصود فيها أي حدا موجود اللي أنا حسبت مقابله بتهديد إن أنا مستوى وقيمتي منخفضة فأنا بدأ دافع عن حالي تعطي قيمة والآليات الموجودة عندي إن أصرر الأليات الموجودة عندي إن أكون هجومي ما ببرر إنه إنه إحنا نقبل حدا يعنفنا لا مش مقبول فيه حدود بس فيه محل فيه مساحة صغيرة بين إنه أنا بتفهمك بس حاول تحكي معي طريقة ألطف شوي عشان أنا هون موجودة عشان أساعد مش عشان أكون عباء إضافي عليك أنا قادر أشوف أو قادر أشوف الأزمة اللي أنت موجود فيها والظروف اللي أنتو عم بتمر فيها واللي بسببها إنك موجود فيهك وضع وأنا هون عشان أنا أساعدك وممكن مهارات العلاقة في إدارة الغضب وإدارة التوتر وإدارة المشاعر تنظيم التنفس أبسط أبسط أمور اللي إحنا مننساها إحنا كمان كعاملين بضغط الشغل مرتب ننسى نتنفس ننسى ننطلع كيف كمية الهواء اللي بتدخل على جسمنا قديش إحنا قادرين نوزع هوا كافي عشان جسمنا يعمل كل العمليات اللازمة عشان إحنا نكون في محل تمام مش المحل المثالي بس نكون على الأقل قادرين نكون هيك قاعدين محلنا تبتين بدنا ننتبه على قديش إحنا قادرين نتواصل مع حالنا قديش إحنا قادرين نتنفس فنحكي لك إنساعد الأباء إنهم يشوفوا كمان حالهم في هاي الدوامة أنت وين طب لما لما نحكي لك هيك عن ابنك إيش حسينت قبل ما نرجع أحكي له إنه أنت أب سيء لأنه أنت ابنك وصل بهذه المرحلة لأنه أنت مش فاضي عم تهمل ابنك صح هذا الاشي لازم يوصل للسلامة بس حدا سأله حدا شافه لما كان بمحل واجه أقوله إنه ابنك بده يكون في مثلا في مؤسسة لأنه عم بيمر بوضع سيء إيش مرأة عليه في إيش تذكر في إيش ذكروا هذا الحدث إيش إيش يذكروا من طفولته خلاه يكون في محل كتير سعر قديش إحنا شايفينه قديش إحنا شايفين مشاعره قديش إحنا شايفين إنه بحاجة لحد يسمعه وياخده كشريك ياخده كحده قريب شوي شوي أتواصل معه ما أتركه بعد أول تلفون زي ما بيصير للأسف مع كتير من العاملين في مكاتب الشؤون الاجتماعية وفي المؤسسات الثانية أول تلفون مع الأب مش فاضي أنا مش فاضي أنا مسؤول عن توفير احتياجات توفير احتياجات البيت الغذاء والمال وزوجتي هي المسؤولة عن المتابعة هاي الأمور مع المؤسسات فإنتوا احكوا معها كأبنه أنا أعطيتكم صلاحية بس هو مش مات الصلاحية هو عم بيهرب من محل اللي فيه ممكن يكون صعب عليه يسمع أشياء عن ابنه ويسمع أشياء عنه عنه نفسه فكما مرة فيه دعوة إذا فيه نقطة من النقاط اللي أنا أتحكيها عليها ملاحظة أو سؤال أو بدكم أتوسع فيه شي معين مدعوين إنكم تكتبولي على 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 هذا المحل هذا الإشي المقدمة هاي اللي حكيتها لوين بتودينا؟ بتودينا لمحل وإنه إحنا بدنا نشتغل بدنا نشتغل على التوفير وتعزيز استراتيجيات الأبوة الإيجابية كيف يعني؟ يعني إنه إحنا بحاجة نقدم للأبا أدوات اللي أو نعلمهم كيف يتعظل مع أطفالهم؟ يمكن يعني أبسط الأمور أبسط الأمور وممكن إذا هذا السؤال مسألكم إياها هلأ وهي كيف بحب إذا عند جد حدا بيجاوب عليه على هالجات كل واحد فينا يقعد يسغل نيره من حاله ويحكي لي من وين تعلم التربي من وين تعلم أنه يربي أولاده وين تعلم أنه يتعامل مع أولاده إذا فيه حدا بيكتب على التشات بحب كتير فممكن إحنا نكون عم نعطي للأباء أدوات وآليات لكيف يتعاملوا مع أولادهم كيف يعرفوا أنهم يعززوا السلوك الجيد وكيف يعين عليكم يعين عليكم يعني الإجابتين اللي طلعت تشات وربعات اللي هم السائدين والدرجين إحنا تعلمنا من أهلنا ومن البيئة المحيطة هلأ إحنا كأخصائيين بقدر أحكي أنه جزء كتير كتير مننا اللي قرر أنه يغير النمط واللي تربع عليه أو اللي تعلمه من الأهل أو اللي تعلمه من البيئة المحيطة أو اللي تعلمه من العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع قرر أنه يطلع لأنه شاف أنه فيه جزء منها مش مناسب ومش عم بساعد في أنه يربي ابنه كيف هو بده فكسر جزء من هاي القواعد ومن هاي الموروثات اللي تعلمها من الأهل ومن تجارب البيئة المحيطة وانتقل زي ما حكيت لنا منار على الشات للكتب الأبحاث اللي المعلومات اللي اكتسبتها من خلال المهنة وهاي اللي خلتنا إحنا كعاملين يكون في عنا بعدين حطت لنا أرقام غير مفهومة وطلاصم فهاي الأشياء اللي تعلمناها خلتنا نكون شوي مفتلتين للأسف الآباء والأهالي اللي إحنا بنشتغل معهم ما عندهم الجزئية الثانية عندهم الجزئية الأولى عندهم الجزئية تعاية العدات والتقاليد عندهم جزئية الأهل عندهم جزئية التجارب التجربة والخطأ عندهم تجربة التجارب الآخرين اللي مبنية على ممكن مورثات اللي هي يعني حلول آنية بسميها حلول هلأ أنا إذا ضربت الولد أنا بحلل المشكلة فيش حدا بنكر إنه أنا إذا ضربت الولد الولد رح يعمل إشي اللي أنا بديه فهذه حلول آنية وإحنا ما بنعرف باللحظة هاي إيش إحنا بنعمل على المدى البعيد بهذا الولد إيش إحنا بنعمل على سلوكه على شخصيته على مهاراته وعلاقاته وقدراته وكمان على تربيته لولاده في المستقبل إحنا بنعطيه أدوات مستقبلية كما تدين تدان زي ما أنت بتعمل اليوم اللي بياخده اليوم بيستعمله في المستقبل وتيحت لي الفرصة بالدورات من العمل قبل الزواج كل الاحترام هذا الاشي اللي بحكيه إنه إحنا أخذنا الاشي اللي شايفينه مناسب وغيرنا الشغلات من الأشياء اللي بنتعلمه فإحنا هون ضروري نكون عم بنساعد الآباء على تعزيز السلوك الجيد وتجنب العقاب البدني مرأ فيه أب فيه أب اللي احنا اشتغلنا معه تدخل اللي موجود في إطار علاجي لأنه العقاب اللي كان يعملوا لابنه فيه وعقاب بدني إله علاقة بربط بجنزير وتعليق مشألب بعلقوا من الجنزير مشألب فلما نحكف هذا الموضوع اتضح أنه الأب مش قادر يفهم أنه هذا السلوك عنف هذا السلوك فيه سوء معاملة هذا السلوك فيه خطر على دماغ الولاد فيه خطر على مستقبل الولاد فيه ممكن الولاد يقع ويموت الولاد ممكن هذا هذا إشي جسدي وكمان بالإشي النفسي اللي مرأ فيه الولاد فهديك اللحظة الأب مش قادر مش مدرك لمدى خطورة الموقف ولما قعدنا معاه ومشينا معاه على دراسات على تجارب على فيديوهات على نقاشات الأب طلع من الجلسة بعيد يحكينا أنا شو هاي الجريمة اللي صويتها واللي ارتكبتها في حق ابني فإحنا إدراكنا لعدم معرفته خلانا نساعده من محل إنه يكون دفاعي وهجومي لمحل إنه يكون شريك لما طلع يبكي من الجلسة صار يتسل تلفونات منشان الله إيش أعمل منشان الله أنا كيف بدأ أرجع أصبحت علاقتي في ابني منشان الله كيف أنا بدأ أرجع أحكي مع ابني بطريقة يتقبل مني الكلام لما أنا عز لما هو يعز السلوك الجيد و و ويتجنب العقابات أو يتجنب السلوكيات الخطأ مش محل إنه إنها ما صارت لا ينحكي عنها ينعمل اتفاقية مع الولد على مثلا إذا عملت المرة الجاي السلوك بطريقة أفضل رح يكون في عنا واحد دين ثلاثة في بعض الدراسات اللي بتحكي إنه لا ما بنعز السلوك الإيجابي بهدية عشان ما يصير إش الولد يعمل السلوكيات المنيحة عشان بس الهدية وفي دراسات اللي بتحكي إنه بنفع الأهل يكاف والولاد على السلوكيات الإيجابية عشان تضلها تتكرر هون الاشي برجع لكل حدا كيف بده ياخذ الأمور ممكن بتعزيز الإيجابي يكون من خلال واو يا بابا كل الاحترام أنا شايفك أنا شايف الإشي اللي أنت بتعمل وأنا بقدر هذا الإشي ولما يصير إشي غلط إنه أنا بفهم إنه أنت عم بتحاول تحكي لي إشي بس الطريقة مش مناسبة تعالي نجرب نحكي مع بعض بطريقة تعني تحسين مهارات التواصل وتعزيز الحوار الإيجابي ده أحكي لكم شغلة هون إذا أنا ما يعمل سلوك غلط بطريقة حلوة لأنه أنا كعامل اجتماعي إذا أنا عن نفط الأب وتهمته إنه هو حدا مش مسؤول وإنه هو حدا ما بفهم إنه هو حدا سي إنه هو حدا سلبي طب أنا أنا بعطيه كمان يعني أنا بعطيه أشياء اللي هو رح يستعملها مع عيته وأفراد بيته بينما إذا أنا قدرت أكون إيجابي وأحكي له بتعرف شو أنا قادر أفهم إنه أنت عم بتصرف من المحل عم بتدافع عن حالك بس أنا مش عم بلومك أنا مش عم بحكم عليك أنا هون عشان أنا أساعدك أنا هون عشان أكون قريب منك أنا هون عشان أحكي لك إنه أنا شايف وأنا شايف الأزمة اللي أنت فيها دعم التعافي وبناء أسر بناء بيئة أسرية دعم كيف يعني؟ يعني إنه لو ما نجي نحكي للأهل وجود أزمة خلينا نعتبر زي كنه من غير الشرح هذا عنده مرض إذا ظلوا يتعايش مع المرض ممكن يعد الآخرين في هذا المرض وممكن المرض يتفاقم لمرض أكتر إذا الواحد عنده التهاب بسيط ممكن يصير لا سمح الله التهاب شديد إذا الواحد عنده مثلا جروح معين إذا ما تعقم ممكن إنه يحشر في مدة ويصير بده عملية جراحية ويصير في تبعات كتير كبيرة فالتعافي من الأزمة الصغيرة بساعدنا إنه إحنا ما نوصل لأزمة كبار وبساعدنا إنه نرجع نعمل بيئة أسرية داعين زي مثلا بعض الآباء الرجال والآباء اللي اللي كنت أشتغل معهم بالجلسات كان سؤال بديهي إيش بدك إيش بدك في علاقتك مع زوجتك وأولادك بعض الأجوبة كانت تكون إنه أنا بدي أنا بدي عيش مع زوجتي عشان الأولاد يعني يعني ممكن وجودك مع زوجتك بس عشان لولاد يخلق عند الولاد أزمة أكبر من أزمة إنكم أنت تنفصلوا لأنه أنت مش موجود في محل في بيئة أسرية دائم لأنه ممكن تفرط المصبحة تعيدكم أنتوا مع بعض قدام لولاد بشكل اللي يأثر عليهم على مدى الحياة لا هون إذا أنت ما جيت حطيت الأمور على الطاولة أنت وزوجتك وحليت الأمور وصلحت الأمور وبنيتوا إشي للمستقبل وكنتوا على قدر على قدر واعي إنكم تعدوا قرارات مرتبطة فيكم إنتوا إلكم أنا هادي البيت وهاي العلاقة سامة بالنسبة للي ما بكمل فيها ما بكمل فيها حتى لو وجود الولاد موجود الولاد ممكن يتعرضوا لإساءة أكبر في وجود أزمة مش محلولة ومش متعافة منها أكتر من إنهم ينفصلوا ويكونوا في بيئتين صحيات كل واحد من الآباء الأب والأم ويقدموا رعاية لأولادهم بمعزل عن بعض فهون كتير الأشي المهم إنه نحكي عن التعافي وحل المشكلات ومنعها من التراكمات والصمت على المشاكل مشكلة هلأ في نمط ممكن إحنا كبني قدمين نهتلف بأنماطنا لحلول المشاكل يعني ممكن في عندنا الرجال اللي لما يكون في وقت الموقف ما بيقدر يحكي وبعرف إنه النمط السيدات إذا ما حكت عن المشاكلات في نفس اللحظة بتموت وبتفتر وتاني يوم تجد تحكي المرأة هي ما مرأة هي ما مرأة فهو ممكن نوصل لحل يعني نصفي بناتنا ما نحكي في نفس اللحظة أخذ وقت أنا كزالة ما أهدل وبنفس الوقت أنت تاخد يعني أنت ما تطولي عشان ما تموت المشاعر عندك نعطي حال نعطي حال نعطي تايم يكون عند الآباء القدرة على الحكي ضروري الجلسة تكون أب وأم مع بعض عشان الهدف طبعهم مشترك هدفهم العلاقة الزوجية الصحية والتربية السليمة للولاد وإذا مثلا الولاد يضطر أن المؤسسات الرسمية يطلعوهم مثلا عملجأ يطلعوهم على داخل يطلعوهم على أي مكان يكون التعافي سريع عشان يقدروا الولاد يرجعوا للبيئة وهذا ضروري يفهموا الأهل أنه أنت بإيدك تخلق تأسر أنت بإيدك وإنت بإيدك تخلصوا كل الإجراءات هاي بسرعة أو تمدوها في ناس اللي تجارب من مكاتب الشؤون للعائلات اللي اتخذوا أولادهم في أطر معينة وبعد ما صار تدخل مع العيلة والعيلة اشتغلت حالها والعيلة تثبت مهرات جديدة والعيلة تثبت أليات وحلت وصلحت كل الأشياء اللي فيها خلل الولادة ترجع وأصلا هدف كل التدخل مع القاصرين وعلى الأولاد اللي موجودين في هذا الإطار أن العيلة تكون عندها قدرة على تربيتهم ورعايتهم بدي أمشي شوي أسرع عشان كل ما أتطلع على الساعة بحس أنه رح نخلص وأنا مش حكي كل شي طيب هاي النقطة اللي حكيتكم معنا العمل مع السياق الثقافي هون كيف بداية اللقاء حكيت لكم أنه العائلات والأشخاص والرجال بيختلفوا عن بعض فكل واحد جاي من خلفية ثقافية مختلفة فأنا ضروري أفهم على تأثيرات الثقافية على التربية والأبون العائلة الممتدة مسيطرة هون في عندي علامة سؤال أنا لازم أمكنت وأحمل العائلة الصغيرة مقابل التدخلات يكون عندهم قدرة يحطوا حدود يكون عندهم قدرة أنهم يفهم أن هاي التدخلات هي اللي عم تخلق مشاكل هي اللي عم تعمل الصراع داخل الأسرة الصغيرة كمان من طرف الأم وكمان من طرف الأب والرجل تكيف استراتيجيات التدخل التي تتناسب مع القيم والمعتقدات الثقافية والله بش رح أجي أحكي لا للزلمة تعال أنت عندك تخلف وهذه القيم اللي أنت ماشي عليها هي القيم متخلف عقيم سوداء بدك تغيرها جملة وتفصيل هيك أنا بخسر هيك أنا بخسر زي كنا بحكي له تعال أنت يا سمك بنا نطلعك من من الحوت ونحطك في السمك تطير ما بنفع هيك ما بنفع بهاي الطريقة أنا بدي أجي أعمل تدخل اللي هو مبني على القيم مش معلها أنه أوافق عليها كلها في بنفع أن نتناقش بنفع أن نحكي بنفع أن نسأله هاي القيمة اللي أنت ماشي عليها أنت فاهمها أنت فاهم إيش عم تعمل وإلي عم بتقلد إذا عم بقلد اكتر بني إحنا نحكي له تعالي شوف التقليد طبعك شو بعمل إذا مغطنع هون إحنا بممكن عنا تدخل العلاقة في تعديل الأفكار تعديل الأنماط المغلوطة اللي مبني مبني عليها سلوك الرجل واستخدام موارد مجتمعية شخصيات مؤثرة لدعم الأسر ناخد نماذج ممكن يكون في حدا بالعيلة عن جد داعم تعال مع مين بترتاح أنت لما تحكي من العيلة مع العم آه والله تعالي يا عم تعالي أنت كيف إيش اللي بيخليك إيش اللي بيخليك عندك قدرة إنك تساعد هات الزلمة ويرتاح لما يحكي معاك ممكن نتعلم منها آلية تدخل مع هاته الزلمة عشان نقدر نساعده ولما يشوف إنه المساعدة جاي من البيئة تعيته قد رح يكون عنده قدرة إنه يتقبل ويسمع نقطة كمان مهمة ضروري نتعامل مع الصدمات اللي مرأة فيها الإنسان الزلمة مرأة يعني ممكن حدا حدا عنده سلوك عنيف مرأة بتجارب جنسية صعبة بالطفولة وهون عنا ضوء كتير أحمر كبير إذا زلمة مرأة اعتداء جنسي بالطفولة إحنا إحنا من الصعوبات الكتير كبيرة إحنا نقدر نكتشف لأنه هذا الزلمة هذه الزلمة مش رح يقدر يجيحكي عنها التجربة الصعبة مش رح يقدر يجيح يحكي عن تجربة اللي بتقلل من رجولته واللي بتقلل من بتقلل من 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 مكانته واللي ممكن النفسي يشوفه في محل كتير 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 سلبي طيب ننتقل كمان الإشي المهم جدا هو إحنا بعدة أطر يعني ما سحل لألف لف أسألكم كل واحد وين بشتغل إيش الإطار اللي بشتغل منه بس بتخيل إنه في عندنا حدا ما يسألت من مخوان خروف من معهد خروف اللي هو بشتغل على كل تقديم الخدمات إلو عدة إلو عدة خدمات مثلا في خدمة البحثية بجميلنا معلومات العلاقة في تطور الطفل العلاقة في السلوكيات تعيد الأطفال العلاقة في التدخلات بس بالمقابل كمان في عنده في المركز اللي بقدم علاجات للأطفال في العلاجات للأطفال للمرأة في دات جنسية وفي تأهيل الأخصائيين في عدة خدمات في نفس المركز ذاتها كمركز مكاتب الشؤون تشتغل على كل مسح للعيلة احتياجاتها الاحتياجات المالية الاحتياجات النفسية بتقدم الدعم للأسر اللي هي بوضع بوضع فقير فيش عندهم الزلم اللي ما عنده قدرة انه يشتغل بدخله على قسم التشغيل والتعسكات في عنا الداخليات في عنا النوايدات في عنا الأطر الموجودة في المجتمع قدي احنا كأخصائيين وكعاملين عنا قدرة وكمان مهن أخرى كمان من المجال الصحي كمان من المجال القانوني كمان من المجال قدي ناس يقدرنا انساعدهم انهم يحصل حقوقهم قديش في ناس اللي قدرنا ان نوفر لهم دخل من خلال مخصصات من التأمين الوطني ما كانوا يعرفوا عنها قديش هاي خففت من الأزمة لازالها ما بيشتغل شغلين ومش قادر يعطي وقت في الليل بعد شغلين بيهدوا الحين انه عنده طاقة يريس كيف حال كيف حالكم يا ولاد او كيف حالك يا زوجتي هو اصلا ما احدا رح يجي يقول له يعطيك العافي رح يجي يقول له انه اليوم كان في كذا وانت ما كنتش اليوم كان في كذا وما جبتش ففي في لوم بدل ما مثلا في حدا يتقبل ازا احنا اعطينا هاي الخدمات ووفرناها احنا بنخفف عنه ضفط اللي ممكن هذا الوقت مع عيلته قديش قديش مهم في تعزيز العمل الجماعي لضمان دعم شامل للأسرة انا بقامن في الاشي المعرختي الهيكلي اللي منحط العيلة فوق ومبلش نشرحها الناس اللي بشتغلوا مع الاطفال يعطونا ايش وخدمات اللي بقدروا يفروها مع الاسرة مع الازواج بمركز العلاج العنف مثلا بيعطوه العلاجات الفردية والعلاجات الجماعية الاثر الاثر المرافق الترفيهية كمان وقديش نقدر انه نوفر شبكات دعم مجتمعي لا توفر بالخاتمة احنا بحاجة لتحسين استراتيجيات تدخل لدعم الاسر عشان نقدر نساعد ونشوف الاسرة ككتلة مش الاسرة بمين بيرد على التلفون مش اسرة بمين بس بفضي حاله وبيلي لا احنا بدنا نلاحق الزلمة عشان نحكي له انت موجود في اطار انت جزء من الاسرة الاسرة بدون كامل اعضاءها بكامل اجزاءها ما بنفع تتلقى الخدمة وفي بعض المكاتب اللي وصلوا محل انه انا ما بكمل تدخل مع ملفكم اذا الزلمة ما بيجي وفي موظفين انتك اللي بيعملوا فتح ملف في المؤسسات بيجوا بيحكوا انه انا ما بفتح الملف اذا الجلسة الاولى ما كان فيها الزلمة والزوج والزوجة الرجل والمرأة متأكد على اهمية البحث والتطوير المهنة المستمر قداش احنا بنبحث وبندور وبنقرأ وبنتعلم احنا بيكون لنا مهارات وقدرات وقداش في عنا تعاون مع المجتمع محلي زي ما حكيت مثال العم مثال اكتر العائلات بتمين لتعاون العشاء بتعاون السلح اوكي اذا احنا جينا حطينا عليهم اكس احنا بنفقد هذا الزلمة بس بالمقابل احنا بنقدر نجيبهم وندخل لهم مفاهيم صحيحة بنشغل معهم بنعززهم بنقويهم بنمكنهم عشان يقدروا يقدموا الخدمات الصح اللي احنا شايفينها صح هاي صفحة المراجع اذا في حدا بيحب يعملها تصوير من هون انا جبت المعلومات تايدت و تايد لخمسة وزيحة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهيك رعطيكم محل ضيل عشر دقائق هيك انا تمام رعطيكم عشر دقائق اللي عنده التساؤل استبصار اضافة تعليق اي حاجة مرحب طبعا احنا نبعد كمان المتساق ف دون توري يعني كذو رح يكون عنكو بالإيمال احنا معكو بالإسئلة في حال بحب يسر معنا نستبع